موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار من يمن شباب مساء الخير صفا مساء الخير هشام والبداية بالعنوي ميليشيا الانتقالي تقتحم البنك المركزي بعضا وتتطف مسؤولا بوزارة الداخلية والقوات الاماراتية تغلق مجددا مطار ريال الجيش الوطني بتاعز يحرر 75 اسيرا ومختطفا مقابل 60 اسير حرب من ميليشيا الحوثي موسيقى محافظه سقطرة يبحث قيام تعاون مشترك مع البحرية الامريكية ووزارة النقل تعلن استيناف طيران افريكان رحلاته الى اليمن موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل اقتحمت ميليشيا الانتقالي الاماراتي اليوم الخميس البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن واختطفت مسؤولا بوزارة الداخلية وقالت مصادر محلية ان قوة عسكرية تتكون من عشرين طقما تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا اقتحمت مقر البنك المركزي في عدن واختطفت العقيد نايف الحميدي مدير ادارة الميزانية بوزارة الداخلية واقتادته الى مكان مجهول وبحسب المصادر فان القوة يقودها مدير مكتب شرطة عدن المقال شلال شائع وتمت حادثة الاقتحام والخطف اثناء متابعة العقيد الحميدي مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لدى البنك يأتي هذا بعد ساعات على اتهام وزارة الداخلية جهات في البنك المركزي بتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة وتعطيل اداء الوحدات والاجهزة الامنية التابعة لها بالمحافظات المحررة افادت مصادر محلية اليوم ان القوات الاماراتية اعادت اغلاق مطار الريان الدولي في المكلة بحضرموت بعد استقباله رحلة واحدة قادمة من مطار القاهرة قالت المصادر ان المطار اعيد اغلاقه دون ذكر اية اسباب فيما افادت مصادر اخرى ان تبريرات اغلاق المطار تضمنت انه غير امن واضافت ان مسؤولين في طيران اليمنية تقدموا بطلبات جديدة لتسيير رحلات جوية جديدة الى مطار الريان موجهة الى التحالف لكن دون اي تئي استجابة قبل اسبوعين اكدت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني انها بدأت بالفعل استئنف الرحلات الجوية من و الى مطار الريان ابلغت الشركات الجوية العاملة والمنظمات الانسانية الدولية باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية و اغلق مطار الريان في العام الفين و خمسة عشر عقب سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلة واستمر اغلاقه من قبل القوات الاماراتية بعد تحرير المدينة في ابريل من العام الفين و ستة عشر وحولته الى قاعدة عسكرية وسجن سري لها كشفت مصادر مطلعة ان ميليشي الانتقالي الاماراتي تخلت عن مئات من عناصرها غير المرغوبة فيهم خاصة من من ينتمون الى محافظتي شبوى و ابيان عملتهم باستعلاء وقطعت رواتبهم بسبب انهم لم يناصرها في احداث اغسطس الاخيرة وفضلوا الحيانت واضافت المصادر ان الميليشيا اقدمت على استبدال عناصرها غير المرغوب فيها باخرين ينتمون الى الضالع وردفان بهدف الزج بهم في مواجهات مع قوات الشرعية المرابطة في شقرة في محافظة ابيان ولقت تلك العمليات استنكارا من قبل الجنود المسرحين واعتبروه اجحافا في حقهم تحت مبررات كيدية واكدوا تعرضهم لعمليات مراقبة ومضايقة وقطع مرتبتهم بتهمة انهم من محافظة ابيان التي تعد مسقط رأس الرئيس عبد الربو مصور هاتي افادت مصادر محلية في محافظة لحج بوفاة شاب تحت التعذيب في سجن تابعا لمليشيا الانتقالي الاماراتي بعد اسبوعين من اختفائه وقالت المصادر ان شابا في الخامسة والثلاثين من عمره يدعى مازن احمد سلم محمد توفي تحت التعذيب في سجن تابعا لمدير امن لحج المقال والقيادي في الانتقالي صالح السيد بعد اسبوعين من تقديم وسرته بلاغا امنيا عن اختفائه واضافت المصادر ان ادارة امن لحج بقيادة المقال السيد تواصلت مع عائلة الضحية وابلغتها بالحضور لاستلام جثته وبحسب مصادر محلية في ان اثار تعذيب شهدت على جثة الضحية بعد ان تعرض للتعذيب والاخفاء القسري على مدى اسبوعين بعد تلاسن نشب بينه وبين افراد من لحج نضيفة ان عائلة الضحية رفضت استلام الجثة وطلبت بفتح تحقيق في كشف ملابسات الجريمة نجحت صفقة تبادل اسرى بين الجيش الوطني وميليشي الحوثي الانقلابية اليوم الخميس في محافظة تعز وقال مصدر عسكري ليمن شباب ان صفقة التبادل تضمنت الافراج عن خمسة وسبعين من اسرى الجيش الوطني ومختطفين مقابل ستين فردا من ميليشي الحوثي بعد جهود استمرت لعدة ايام وذكر المصدر ان عملية التبادل تمت في منطقة الاقروض جنوب شرق تعز مشيرا الى ان من بين المفرج عنهم اربعة مختطفين مصابين بالشلل والناشط الحقوقي صامد العامري ونحن سعيدين كل السعد اكثر مما الواحد يخلق من بطن امه كيومي ولدت امه او افضل من ذلك واحسن من يوم عرسه بالرغم انه يوم العرس هي اعز يوم للانسان في حياته لكن هذه الخارقة وكأنه عدنا من القبور الى الحياة مرة ثانية ونحن سعداء ونتشرف ونشكر كل من ساهم وقام بهذا التبادل وعمل وبذل قهد الانسان يولد من جديد هذه الولادة من جديد احنا ولدنا من جديد الحمد لله شكرا للجيش الوطني برقم بالمرتبة الاولى وشكرا لكل الناس لكل من تساعد في اخراجه ولكل من تواصل ولكل من سعى كلا باسمه وصفته واخص بالذكر كما اقعد الجيش الوطني قيادة افرادا وقيادات قالت مصادر محلية ان البندوب الاماراتي في جزيرة سقطرة وجه اهانة لميليشيا الانتقالي في المحافظة بعد فشلها في عمليات الحشد ضد السلطات الشرعية رغم الاموال التي تدفع لها في هذا الجانب وذكرت المصادر ان الاهانات التي اطلقها المندوب الاماراتي خلفان المزروع جاءت عقب الاستقبال الذي حظي به الشيخ عبدالله آل عفرار رئيس المجلس العام لابناء محافظتي المهرة والسقطرة امس الاربعاء في سقطرة وبحسب المصادر فان المندوب الاماراتي في الجزيرة ظهر غاضبا بسبب فشل الامارات ومن ورائها ميليشيا الانتقالي المدعومة من قبلها في حشد عشرة في المئة من الحشود التي استقبلت آل عفرار وكان نجل السلطان الاخير للمهرة عبدالله بن عيسى آل عفرار قد وصل في وقت سابق الاربعاء الى جزيرة سقطرة وكان في استقباله المحافظ رمز محروس وشيخ مشائخ سقطرة والشيخ عيسى بن يقوت والاف المواطنين اربى محافظ سقطرة رمز محروس عن امله في قيام تعاون مشترك بين البحرية الامريكية وقوات التحلف العربي من جهة والقوات الحكومية اليمنية لمكافحة الاعمال المضرة بالامن والسلم المجتمعي والمحلي جاء هذا لدى استقباله اليوم الخميس في مكتبه بمدينة حديبو فريقا من القوات البحرية الامريكية ومندبين من القوات الصعودية المشتركة المنتشرة في المحافظة وكشف فيه المحافظ عن اختراق سفن ايرانية للقوانين الدولية وقال انه تم ضبطها في المياه الاقليمية اليمنية وتم ابلاغ التحالف العربي بتلك التجاوزات واكد المحافظة سقطرة لديها قوة كافية من الجنود وينقصها المعدات والالات البحرية لتقوم بمهامها كما ابدى استعداد السلطة المحلية للتعاون مع الفريق العسكري الامريكي لما يخدم الجانب الامنية والانسانية والاغاثية في سقطرة واوضح محروس للفريق الامريكي ان المحافظة لديها الجنود والافراد وينقصها المعدات والالات البحرية لتقوم بمهامها واقر اللقاء بناء شراكة وتعاون مشترك مع القوات البحرية الامريكية والقوات الرسمية اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وكذلك مع التحالف العربي لتعزيز الامن في اليمن عموما وارخبيلي السقطرة على وجه الخصوص استمرت التوترات في مدينة الخوخة اثرى محاولة طارق صالح السيطرة على المديرية المحررة وتعين عناصره مسؤولين عليها وهو ما ترفضه المقاومة الاتهامية مؤكدة رفض روصاية طارق صالح تحدفت مصادر مطلعة عن وجود توترات في مدينة الخوخة الساحلية التي تتخذ منها ادارة محافظة الحديدة والمقاومة التهامية وقوات طارق عفاش وعمار عفاش مقرا لهم وقالت المصادر ان سبب التوتر هو دفع طارق عفاش بمدير امن المحافظة نجيب ورق ومحافظها حسن طاهر لتسليم ادارة امن الخوخة بدلا عن مدير امنها لؤيا الصبيحي المعين من المقاومة التهامية التي حررت المدينة والذي يقبع في احد السجون الاماراتية في المخاء بتهم كيدية مع مدير المديرية محمد يحيى عبد السلام وقالت المصادر لموقع المصدر ان محافظ الحديد الحسن طاهر التقى بالعميد احمد الكوكباني قائد اللواء الاول تهامة وعضو اللجنة الرئاسية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وطلب منه التسليم وان لا فان ادارة الامن قد تأخذ بالقوة وهو الامر الذي رفضه الكوكباني وبقية القوات التهامية وترفض قيادة اللواء الاول تهامة والحراك التهامي تسليم ادارة الامن للموالين لطارق عفاش ويطالبون الرئاسة بالتدخل لتعيين شخصية متفق عليها وبعد اطلاق مدير امنها لؤيا الصبيحي ومدير المديرية اللذاني كان لهم الفضل في تحريرها يذكر ان اللواء الاول تهامة هو الذي لعب الدور الرئيسي في تحرير مديرية الخوخة ومساحات واسعة متصلة بها من تهامة ومحافظة الحديدة في الوقت الذي كان طارق صالح وشقيقه عمار يقاتلاني ضمن تحالف الانقلاب الى جانب الحوثيين شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ليوم الخميس قصفا من اسلحة ثقيلة ومتوسط استهدفة الاحياء السكانية ومواقع قوات العمالقة في مناطق متفرقة من مديريته الدريهمي والتحيطة جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر عسكري ان ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية والاسلحة الثقيلة والمتوسطة تجمعات سكنية على مناطق شرق مديرية الدريهمي وجنوب مركز المديرية كما شنت قصفا على مواقع عسكرية لقوات العمالقة جنوب وشمال المديرية وفي مديرية التحيطة صدت قوات من ألوية العمالقة مساء اليوم الخميس وجوما عنيفا شنته ميليشيا الحوثي على موقعها في مديرية التحيطة وطال القصف بحسب المصادر مواقع العمالقة شمال مديرية التحيطة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ونشب على إثر ذلك اشتباكات عنيفة انتهت بهزيمة الميليشيا وإجبار عناصرها على التراجع ويأتي التصعيد الحوثي بالتزامن مع نعقادة الاجتماع المشترك السابع للجنة المراقبة أعدة الانتشار بالحديدة لليوم الثاني على التوالي على متن سفينة الأممية في عرض البحر الأحمر وفي السياق دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العرية للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى تحرير محافظة الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقال إن هذا يعد أكبر عمل إغاثي وإنساني في ظل مراوغة الإنقلابيين ورفضهم تنفيذ الاتفاق دعا وزير الإدارة المحلية في تغريدات بصفحته على تويتر دعا العالم الحر إلى دعم تحرير محافظة الحديدة وقال مخاطبا المبعوثة الأممية إلى اليمن مارتين جريفث والمنظمات الدولية إن اتفاق ستوك هولم ليس اتفاقا لإيجاد ممرات إغاثية إنسانية وإنما اتفاق لانسحاب الميليشيا المسلحة الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وعودة السلطة المحلية التي كانت قائمة خلال عام 2014 للعمل وإدارة محافظة الحديدة وأكد الوزير فتح أن جعل ستوك هولم اتفاق ممرات مغالطة أممية بحسب ما جاء في تغريداته التي تأتي بالتزامن مع مرور عام على توقيع اتفاق ستوك هولم في السويد أفضت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي دفعت بالمزيد من التعزيزات القادمة من جبهة إب وذمار باتجاه مدينة دمتوى جبهتين مريس والفاخر شمال وغرب محافظة الضالع وذلك لليوم الثالث على التوالي وقالت المصادر أن الميليشيا عمدت خلال اليومين الماضيين إلى تهجير سكان مناطق يعيس والزيلة والقهرة في منطقة مريس من منازلهم مرتكبة جرائم وانتهاكات حقوقية جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المستمرة بالضالع يتي هذا فيما شهدت جبهة الفاخر وحجر واجهة متقطعة بين قوات مشتركة من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وتم إفشال هجوم شنته الميليشيا باتجاه محيط معسكر الجبأ الاستراتيجي غرب قعصبة وفي السياق نزعت وحدة نزع الألغام في القوات المشتركة يوم أمس مائة وخمسين لغما حوثيا في مناطق بطار والمشاريح وباجة في جبهة حجر شمال الضالع بينها عبوات ناسفة مضادة للدروع والمركبات وأخرى مضادة للأفراد كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في تلك المناطق قالت نقابة المعلمين اليمنيين أنها رصدت ما لا يقل عن أربعة ألاف دورة وفعالية نظمتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال عشرة أشهر من العام الحالي وكشف المسؤول الإعلامي للنقابة يحين اليناعي أن الميليشيا أجبرت مئات المعلمين والطلاب في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على حضور فعاليات ثقافية وتعموية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية وتحشيد للقتال وهددت المعلمين الذين رفضوا حضورها بالفصل من وظائفهم واستبدالهم بآخرين وبحسب اليناع فإن ميليشيا الحوثي أقامت خلال الأسبوع الفائد فقط 362 فعالية في مدارس محافظة صنعاء بمناسبة ما تسمي أسبوع الشهيد وأكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين لموقع المصدر أونلاين أن ميليشيا الحوثي تواصل بشكل جدي وممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية وتعمل على استهداف قطاع التعليم ومناهجه وأنشطاتها التي رسخت على مدى عقود قيم المواطنة المتساوية وأذابت الفوارق الطبقية والسلالية في البلاد اقتحم مسلحون من ميليشيا الحوثي الانقلابية إحدى المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء واعتدوا بالضرب على أحد معلميها حتى الموت وقالت مصادر محلية إن قياديا في الميليشيا برفقة مسلحين اقتحموا حرم مدرسة كيان التربوية بمدرية السبعين التي يدرس فيها أو يدرس فيها أبناؤه واعتدوا بالضرب على المدرس فيصل أرريمي وفقد على إثرها الوعي وأضافت المصادر أن محاولات جرت لإسعافه فشلت في انقضي حياته وفرق الحياة متأثراً بجراحه هذا وأصدرت الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية أمس الأربعاء بيان استنكار وإدانة وطالبت بسرعة القبض على المعتدين وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بحقهم فادت مصادر محليان ميليشيا الحصي الإنقلابية في محافظة إب أقدمت على نهب مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبجعها لمستشفى خاص ومؤسسة مستلزمات طبية في المحافظة ونشر ناشطون وحقوقيون صوراً لعمليات النهب وقالوا إن متنفذين داخل الميليشيا الحوثية قاموا بنهب نحو 220 كرتوناً من المواد الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية وبيعها للمستشفى خاص ومؤسسة للمستلزمات الطبية بعد أن استعانوا بشاحنة حكومية في حمل تلك المنهبات ويتهم القيادي الحوثي أشرف المتوكل المعين من قبل الميليشيا وكيلاً للمحافظة للشؤون الطبية ومتنفذون آخرون داخل الميليشيا بنهب وتسهيل عمليات نهب المساعدات الطبية التي تقدمها المنظمات الدولية لأبناء المحافظة وتأتي عمليات النهب في وقت يواجه فيه السكان المحليون مصير الموت بعد تفشي أوبئة وأمراض قاتلة ورفض المرافق الحكومية استقبال تلك الحالات بحجة عدم وجود الإمكانات اللازمة كشفت منظمات محلية ودولية عن اختطاف الحوثيين لعشرات النساء في صنعاء وقالت أمهات المختطفين ومنظمات أخرى إلى مدير البحث الجنائي في ميليشيا الحوثي بالأمانة العميد سلطان زبن أبرز المتهمين بخطف النساء تزايد المستمر في جرائم اختطاف وإخفاء الفتيات هكذا أصبحت صنعاء وهكذا صار حال المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الميليشيات المتهمة من قبل منظمات حقوقية بإدارة اختطافات عبر عصابات مرتبطة بمشرفين كبار ومقربين من عبد الملك الحوثي في تقرير حديث رصدت منظمة رايتس رادار الحقوقية اختطاف أكثر من 35 فتاة خلال الفترة القليلة الماضية في صنعاء وأكدت تورط قيادات حوثية ووقوفها خلف جرائم اختطاف الفتيات والطالبات من أماكن للدراسة ومن الشوارع وإخفائهن في أماكن مجهولة المنظمة شرحت جانبا من أساليب الاختطاف التي تمارسها العصابات المرتبطة بميليشيات الحوثي ثم تفتيات كن يتعلمن التفصيل وخياطة الملابس عند معلمات الخياطة وهنا تفاجأن بعصابة قامت بتخديرهن عبر إجبارهن على استخدام مادة مخدرة وبعد ذلك قامت بأخذهن إلى بيت للدعارة ثم نقلهن إلى السجن هذه ليست المرة الأولى يدم الكشفيها عن جرائم اختطاف الفتيات في صنعاء ففي مارس الماضي خرجت مسيرات نسائية في صنعاء للتنديد بتزايد اختطاف الفتيات من قبل عصابات مرتبطة بالحوثيين كما كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الميليشيا الانقلابية اختطفت مئات الفتيات والنساء وأخفتهن في سجونها السرية ومارست أبشع أنواع الانتهاكات بحقهن وتأكيدا على استعداد الميليشيا الحوثية لاستخدام أكثر الوسائل المهينة لشرف اليمنيين فقد أشارت المنظمة أن الحوثيين يختطفون النساء ثم ينقلونهن إلى سجون سرية وبعد ذلك يقومون بنقلهن إلى سجون عامة بعد تلفيق تهم والتقاط الصور مسيئة ومخلة بهدف ابتزازهن وإجبارهن على الصمت طوال تاريخ اليمن ظلت المرأة اليمنية تحظى بمكانة واحترام داخل المجتمع ولم تتعرض للإهانة والإذلال كما تتعرض له اليوم من قبل الحوثيين الذين يشكلون خليطا من اللصوص وأسحاب السوابق وعصابات السوق السوداء والمخدرات وما في التهريب وفي سبيل خدمة مصالحها وأهدافها أبدت الميليشيا استعدادها الكامل لسخدام الوسائل القذرة ضد اليمنيين وبلغ مستوى الانحطاط إلى أن قامت باختطاف عدد من فتيات حزب المؤتمر الشعبي العام وأخفتهن وتعاملت معهن كسبايا بحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ووثقا لكلام بعض الضحايا في مقابلات خاصة أجرتها معهن قناة اليمن اليوم اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوث الانقلابية بتعطيل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين المتفق عليه قبل أكثر من عام في اتفاق السويد وحمل هادي هيج رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة حمل المجتمع الدولي مسؤولية هذا التعطيل بسبب عدم وجود ضغوط مباشرة منه على الميليشيا الحوثية وأضاف هيج في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها وهذا ما تقوم به ميليشيا الحوثي أنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشهوط أشار رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية إلى أن ميليشيا الحوثي توافق على ما يطرح في الاجتماعات المغلقة لكنها عن الانتقال إلى الجانب العملي وتنفيذ البنود تقوم بالمراوقة وتقديم كثير من الأعذار والحجج بهدف تعطيل هذا المسار ضبطت نقطة تابعة للجيش الوطني بمحافظة مأرب اليوم الخميس كمية من الحشيش المخدر كانت في الطريق إلى مناطق الميليشيا بحسب مصادر عسكرية وقلت المصادر أن كتيبة الحماية التابعة للواء الثلاثة عشر مشا بالمنطقة العسكرية الثالثة ضبطت مائتين وثمانين كيلو من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق الميليشيا وأضافت المصادر أن عملية الضبط تمت في نقطة الرقع بمنطقة نجد المجمعة جنوب محافظة مأرب وكانت على متن سيارة نقل متوسطة ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب مؤخرا كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي وتم إطلاف تلك الكميات من قبل الأجهزة المختصة أعلنت وزارة النقل قرب تسيير طيران أفريكان إكسي بريس رحلاته من وإلى اليمن عبر مطار سيئون الدولي وقالت الوزارة في بيان إن تسيير طيران أفريكان يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل بكل قطاعاتها والإشراف على شؤونها لتطوير وتنمية خدمات النقل وذكر البيان أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة التخفيف من معاناة اليمنيين في تنقلاتهم الداخلية والخارجية من خلال متابعة الإجراءات التنظيمية مع قيادة التحالف العربي لفتح وتشجيع المجال أمام الشركات الراغبة في مزاولة النشاط الجوي وإعادة استئناف بعض الشركات لعملها من المطارات المحررة وكذل بيان أن الوزارة ما زالت تسعى جاهدة للتواصل مع قيادة التحالف لاستكمال الإجراءات المتبعة لديها لتشغيل طيران ناشنال إيرويز الإثيوبية قريبا وكان التحالف العربي أعلن السماح لشركة طيران أفريكان إكسبرس استناف رحلاتها الجوية إلى اليمن وتحديدا مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت وبحسب بيان للتحالف فقد تقدمت وزارة النقل إلى قيادة التحالف بقيادة السعودية بطلب السماح لشركة أفريكان إكسبرس باستناف رحلتها إلى مطاري عدن وسيئون وذكر أنه تم السماح للشركة المذكورة باستئناف رحلتها إلى سيئون فقط وتأجيل الرحلات إلى عدن لحين التحقق من جاهزية المطار أشدد البيان على ضرورة إخضاع الشركة للإجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من المطارات اليمنية وإليها والمتفق عليها بين الحكومة وقوات التحالف العربي وكانت الكويت قد أبدت استعدادها لدراسة طلب اليمن بتزويدها ثلاث طائرات مدنية بناء على طلب تقدم به وزير النقل صالح الجبواني خلال لقائه اليوم بنظره الكويت مبارك الحريس وطرح الجبواني على نظره الكويتي السماح للخطوط الجوية الكويتية برفض الأسطول اليمني بثلاث طائرات وقد أبدى الجانب الكويتي استعداده في حال موافقة الحكومة والقيادة السياسية بدولة الكويت بحسب وكالة سبا ونقش الجانبان في اللقاء قضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري وأهمية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال كما طالب وزير النقل من الجانب الكويتي النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء قناة بمحافظة شبوة ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين البلدين وإمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعثا وأبدى الوزير الكويتي استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم مؤكدا اهتمامه الخاص بما تمرح في الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على التنصيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين وبالتنصيق مع سفارتي البلدين نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العنام ميليشيا الانتقالي تقتحم البنك المركزية بعدا وتختطف مسؤولا بوزارة الداخلية والقوات الإماراتية تغلق مجددا مطار الريال الجيش الوطني بتاعز يحرر خمسة وسبعين أسيرا ومختطفا مقابل ستين أسير حرب من ميليشيا الحوثي محافظ سقطرة يبحث قيام تعاون مشترك مع البحرية الأمريكية ووزارة النقل تعلن استئناف طياران أفريكا رحلاته إلى اليمن ختاما دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء